السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد ومنقشة الحلقة التانية من الموسم التامن والاخير من مسلسل جيم اوف ترونز الحلقة دي الاسبوع اللي فات عملناها بالليل شوية اتفرجت على الحلقة الصبح وبعدين عملت اللايف بتاع فيسبوك على الساعة 8 كده وبعدها سجلت الحلقة دي الاسبوع ده الحلقة زي ما انتوا عارفين اتسربت من امبارح بالليل واضطررت ان انا اختفي تماما من على السوشال ميديا النهاردة الصبح صحيت اتفرج على الحلقة الساعة 7 الصبح لان انا اكل عيشي على السوشال ميديا لازم ادخل وابص فصحيت الساعة 7 الصبح شفت الحلقة الساعة للوقتي عشر ونص قاعد بصور اهو واسف لو سمعتوا الصوت بقى ناس بتنظف ولا شبابيك بتتفتح ولا كان فيه من شوية ناس بتنظف سجادة بتنفط سجادة لان ده الناس العقلة بتعملوا الصبح بيشوفوا احوالهم بينظفوا بيوتهم مش بيعودوا يتكلموا في مسلسلات وبصراحة هو ده الانجل الوحيد اللي مدايقني في موضوع المسلسل ده موضوع التسريبات وموضوع ان احنا بقينا المسلسل بيفرجنا عليه وقت ما هو عاوز مش وقت ما احنا عاوزين يعني انا كنت احب بتفرج على الحلقة دي بالليل كده مع كوباية شاي نكون خلصنا شغلنا وشوفنا حالنا وبتاع ما عرفش مين لا دلوقتي هنخلص الحلقة ده ونقعد بالليل ما نعملش حاجة نقعد بالفرج على موضوع تشيلسي شوفوا يلا مع علينا المهم ان شاء الله برضو اعتقد ان الموضل ده احسن شوية نحن نتكلم في الحلقة دي على يوتيوب وبعدين بالليل برضو الساعة 8-8.30 كده نطلع live وتبق انتوا عرفتوا ارائي وعرفتوا الافكار اللي عندي والكلام ده كلها وبعدين نتناقش فيها ونتكلم فيها حلقة النهاردة عجبتني مدايقتنيش ناس كتير قريط بعض القراء يعني بتقول انها ما فيهاش احداث ما فيهاش بتاع هي فيها بس ما فيهاش اكشن ما فيهاش حرب ما فيهاش مواجهات ما فيهاش كلام زي ده وانا ما بلومش الناس دي على الاعتبار ده انا برضو بلوم الاخطاء اللي عملها المسلسل في نهاية الموسم اللي فات بانه ركز قوي على ارضاء المشاهدين بالمشاهد الملحمية الكبرى ودخول التنين وخروج التنين والحروب والكلام ده كله في حين انها كانت محتاجة تبقى محملة اكتر دراميا دلوقتي الناس بقت بتدور على ده وليوم حق انت اللي عودتهم على دهات فبناعا على اللي ما بتيجي ترجع تاني لأصولك الدرامية واحد زي حينبسط غيري مش حينبسط وليه كامل الحق في هذا الموضوع الحلقة كلها كانت في وينتر فيلم خرجناش براها على الاطلاق وده موضل برضو مش يعني لو انا فاكر صح متعملش قبل كده يمكن يعني اكتر الحلقات على المستوى الدايق كانت راحة مكانين تلاتة لكن ان احنا نروح مكان واحد نطلعش منه حقيقية مش فاكر بس اعتقد انها متعملتش قبل كده حلقة فيها درجة كبيرة من الاحتواء ودرجة كبيرة من المواجهات الاجتماعية ناس كتير قوي قابلت ناس كتير قوي وقعدوا يتجمعوا ويتكلموا حاجات من هذا القبيل ده كله كان مسلي وكان ممتع بالنسبة لي ولكن اعتقد ان هو افتقد الاجواء المناسبة للي المفروض نكون فيها في حلقة زي دي الحلقة دي حلقة تحضير لمواجهة حربية قد تكون الاكبر في تاريخ المسلسل كله في نهاية مواسمه وكلام ده كله هل واحنا بنتفرج النهار ده كنا قلقانين؟ انا بصراحة ما كنتش قلقان انا كنت مبسوط بالفن وبنوكة تورموند وبالحاجات اللطيفة وبريان وجيمي ومعرفش مين والكلام ده كله تيرين ضرب خمس ست ستورتو قال من بتوعه حبيبي وحاجات بالطريقة دي بس هل الان هل انا متوتر للحرب؟ طيب هل المفروض اكون متوتر للحرب؟ بكل امانة اه لان هو ده اللي حصل في المواسم اللي فاتت انا في الحلقة بتاعة The Battle of the Bastards انا كنت حاسس بان انا اولا بردان جدا وانا بتفرج في الهيئة تحضيرات ما قبل الحرب يعني والان خايف جدا من المواجهة ومن نتيجتها ومن الكلام ده كله لو انا فكر صح المشهد بتاع سير ديفيس لما خرج برا الكامب ووقف في المشهد الجميل اللي كان فيه وراء نار او بداية الشروق والحاجات دي ولقى التمثال الصغير او اللعبة الصغيرة بتاعة Princess Shereen والكلام ده مشهد انا كنت قاعدة الان جدا تورموند وهو راح يشرب في خيمته عشان يحضر والكلام ده كله كل ليلة قبل اي حرب الاستانس انا كنت ببقى الان وحبيبي دخل حروب كتير جدا ويعني مش ممكن كمية التوفيق اللي هو كان فيها فضيعة يعني كل المواجهات الحربية كان فيها ده كان فيها القلق ده وانت دخل عليها المرة دي مفيش المرة دي احنا عاديين نلعب ونهزر ونعمل كلام زي ده وانا في تقديري دي جزء كان او ده جزء كان مفتقد في الاجواء اللي المفروض نكون حاسين بها في حلقة زي دي بطبيعتها وباللي احنا مقبلين عليه ده ان الحلقة اللي جاية بكل تأكيد في حرب خلاص الحلقة دي انتهت بدخول الوايت ووكرز وقوفهم على اسوار وانترفيل الحلقة اللي جاية من اخراج ميجيل سبوتشنك وده الرجل اللي اخراج هارد هوم وده الرجل اللي اخراج باتل اف دا باسترز فالحلقة اللي جاية حرب والحلقة اللي بعدها حرب كمان عشان نبقى فيه الحلقة الربعة Winterny award ميجيل سبوتشنك الحلقة الخامسة ميجيل سبوتشنك برضو تقرأ كده للدنيا تحس انك ايه الدنيا رأسيا معك وفاهم اللي حيحصل ليه ممكن تطلع من الحلقة دي حاسة ان ما فيش احداث كتير مش عارف يعني في مواجهات كتير وفي لقاءات كتير وفي كلام كتير وفي حاجات زي كده بس لما تيجي تحطها في اطار حجم المسلسل حجم حلقات الموسم ده بالتحديد يعني اه لا احنا طب ما احنا كده سقطنا حلقتين يا جماعة مش فاضل للاربعة انا حبيبي لقاءات جيميو تيرين اديني خمس ست حلقات الاتنين قاعدين يتكلموا بس لما يبقى الموسم عشرين حلقة يعني لو انا عارف اني لسه قدامنا كتير لا يا بيه اديني فالكلام ده زي ما انت عاوز وخد وقتك وكلام زي ده اولا انت بتقدمها وانت شوية متسرع برضو مش حدر انكر ده المرة دي وثانيا احنا احنا ندخلنا على امتحان يا بيه انت بضيع وقت في ايه ما تدينينا الحاجات المهمة ما تدينينا الحاجات التقيلة يعني حلقة اللي جاية الحلقة اللي فاتت لمؤاخذة سوري نسيت اتكلم عن الانترو الانترو عبقرية بالتصميم الجديد بتاعها بطبيعتها وبالأبديتس اللي بتحصل فيها حلقة عن حلقة يعني في الحلقة اللي فاتت كان فيه الوال واقع والتايلز البلاط اللي على الارض عمال يتغير عشان يوري لك التقدم بتاع الارمي افدادات جيش الاموات النهار ده التقدم ده زياد جدا وواضح جدا انه هو قرب من وينترفيل فانا اسف اننا الحلقة اللي فاتت اللي فاتت ان جيمي بيتعرض لمحاكمة وما كانش محاكمة ولا حاجة هو كان استقبال في القاعة بتاعة وينترفيل والكلام ده كله وزي ما توقعنا هو اعترفه قر على طول بان سيرسي يا جماعة اكلتكم البلوزة كل سنة وانتو طيبين ما فيش جيش جاي ولا كلام زي ده عملوا ايه بالكلام ده لسه مش باين تركزهم الاساسية برضو لسه في الحرب اللي هم موجودين فيها ومأجلين اي كلام عن سيرسي وعن مواجهتها وعن الكلام ده لغاية لما يشوفوا ايه اللي حيحصل موقف دينارس من جيمي مفهوم موقف سانزا مفهوم ولو ان يعني الحت اللي فيها تصرع شوية هي تغيير موقفهم منه سريعا ان جون عايز اي رجالة وخلاص هتقولي راجل اي حد يحارب والنبي يعني ما عنديش مشكلة سانزا غيرت وجه تنظرها بناعا على الكلام بريان دينارس مشيت مع الموجة وخلاص فيها سيك التصرع حركنا في الحتة دي اسرع من اللي لازم بس اللي كان حلو جدا هو موقف بران منه لان بران دار عليه وفي المواجهة اللي كانت ما بينهم هم اللي كنين منفردين مع بعض ووضح له او وضح لنا احنا ان هو شايف انه هيبقى له دور في الحرب له دور في المواجهة اللي جاي وبناء عليه هو اجل اجل لما بعد الانتصار اذا كان هيبقى فيه انتصار كل دي حاجات مش عارفينها ولكن يعني انت لو عاوز تتوقع اه انا اتوقع انهم هينتصروا وبعد كده هنخش في المواجهة بتاعة سيرسي لان ترتيب الحلقات بيقول كده يعني لما تيجي تبص على الحلقات اللي جاية احنا الحلقة اللي جاية خلاص المفوض يبقى فيه حرب وبعدين حلقة وبعدين حرب يعني شكلها ماشية في الاتجاه ده يعني بس ايه بران برضو عم ردوان صايع يعني يحاول يديلك حتة ايه في الغموض كده ما احنا يمكن ما نكسبشه بتاعه بس الحتة اللي فيها قيمة درامية كويسة في المواجهة دي بالتحديد في تصميم شخصية جيمي واعتقد انها مقصودة لان هم استخدموا تعبيرات معينة جدا ان سانزا لما جدت الكلام عن جرائم جيمي قال لها انا مبعتذرش عن ده انا كان عندي اولويات وكنت بدافع عن عيلتي وكنت بدافع عن بيتي وبدفع عن الحاجات دي كلها وبناء عليه خط القرار ده علشان الدوافع دي ولكنه لما جي يتكلم مع بران اعتذر ووضح بشكل واضح جدا انه ما بقاش الانسان ده خلاص فهنا في خط فاصل دراميا ليه قيمة كبيرة جدا ما بين اللي تغير في جيمي واللي ما تغيرش انت ممكن تكون غيرت اولوياتك بس ما غيرتش طبيعتك في حاجات معينة وفي حاجات تانية غيرت طبيعتك انت كانسان اتغيرت فيها وده لو بيعكس حاجة فهو بيعكس الوزن المحترم جدا اللي معكوس على الشخصية دي وعلى تصميمها في الحلقة دي كمان اعتقد ان بران خرج شوية من دايرة الدرواشة اللي هو فيها دي وابتدأ يبقى اجتماعي سيكا بيتكلم وبياخده بيدي وبيشارك في الخطة بتاعت الحرب ومن الواضح انه هو قاعد صهرة حلوة مع تيرين وقاعد يحكي له كلام زي ده وبصراحة ده حلو برضو في توازن الشخصية لان موضوع عام الدرويش اللي هو كان عايش فيه ده ما كانش عظيم جدا وما كانش رائع جدا عندنا ايه تاني جورا بعد كده اتصدر لتيرين لان دينارس قفشت عليه جدا بصراحة ليه حق هو حلو مخ وحلو بس مش ركب مع الفرقة دي يا جماعة زي ما نجيب مدير فني كده هو جامد وحلو بس مش ركب مع الفرقة دي بس جورا دفع عنه دفع او شجع دينارس كمان انها تحاول تتقرب من سانزا وتوطد الصداقة معها شويتين وده كان ماشي بشكل كويس قوي لغاية لما وصلنا للنقطة بتاعت طيب احنا بقين اصحاب وبناتيت وحلوين وحنخرج مع بعض وحننزل قاتشنم ونشوف التخفضات والكلام ده كله بعد ده كله بقى بعد الحرب لما نيجي نتكلم ان احنا استقرنا وحضرتك في او في الممالك السبعة او اي حاجة واحنا في الشمال موقفنا ايه من بعض فده تساؤل اتطرح مرتين في الحلقة وفي المرتين اثبتنا انها من جوه مش حلوة من جوه مش سلكة بصراحة يعني لان في المرة الاولية ساحبت ايدها من سانزا ولا انا متوقفة هنا وفي المرة التانية في المواجهة المهمة جدا في النهاية مع جون برضو لا فرق معها ان احنا قريب ولا انت ابن اخويا ولا الكلام ده كله الفكرة الاساسية ان لو كلامك ده صح وهي بتشكك فيه على فكرة وقوليها الحق يعني بقى ما هنا في الحتة دي بالتحديد بس همها الاساسي بتاعتي انت اللي وقت يعاوز العرش والداخل انا يعني اقوم بقى وانت تقعد بقى اي حد يجي يحكم وكلام زي ده فهي مش سلكة من جوه في الحتة دي واعتقد برضو من المسلسل والاعب على الزاوية دي دراميا حيضيف من وزن الموضوع ان الدينارس مش هتطردى بكلمتين مش خطبايا واعدايا هتخلص الموضوع معاها وده شيء متوقع ودراميا تقيل رغم ان احنا ممكن يضايقنا على مستوى الاحداث او من على مستوى ميولنا للشخصيات اللي احنا بنحبها بس لو حصل دراميا في تقديري انا هو ده الصح ثيون وصل ليه تأثير برضو على حتة النفسية بتاع الدينارس ماعرفش حد تاني حسب الموضوع ده ولا لا لانه لما دخل اه حضرتك الملكة وكويسة يرع بالدفع من الناحية التانية ومعرفش مين انت كده تمام بقى لكن انا لو جاي وينترفيل علشان اشتغل علشان ادفع علشان احارب فانا باخد الازن وباخد التفويد من لدي سانزا وسانزا بعد كده قابلته بأفكشن والأفكشن ده انتقلت لمرحلة تانية كمان بعدين معرفش اذا كان حد تانية حساها معايا ولا لا بس هنجلها لان ده شابتر مهم شابتر العلاقات الرومانسية في الحلقة دي ده موضوع كبير يعني ان دينارس ابتدت تغيير من ان كل بيحترم سانزا من غير ما تخوفهم كل اللي موجودين بيعترفوا بسلطة سانزا في المكان ده وبقدراتها وبأهميتها في المكان ده من غير ما تخوفهم من غير ما تخش بجيوش ومن غير ما تخش بتانين ومن غير ما تخش بالكلام ده كله واعتقد يعني هو في النهاية اه حضرتك الملكة حضرة لكن لما بنيجي نتكلم الكلام اللي من القلب الكلام اللي فيه طفوية سلطة بجد عن القتناع بنكلم سانزا ما بنكلم كيش انت واعتقد ان هي بتاريت تغيير من الموضوع ده وده برضو ممكن يعمل حاجة من الاتنين يعلمها درس ويمشيها في الطريق العدل يأما تفضل النفسية السودوية بتاعت هدايا تاخدها للمناطق المضلمة بعد كده وصل تورموند ووصل الرجل الزريف بتاعه بتاع النايت سواتش وش عارف اسمه بصراحة رغم ان هو حد مهم وقدمه خفيف يعني وقالوا لهم خلاص احنا الشروق ان شاء الله الحرب حتبتدي وكلام زي ده ووصول تورموند جاب معاه يعني قيمة كوميدية جميلة جدا انا بحبها وان كانت في الحلقة دي دخلت في اطار ممكن يكون هازلي اكتر من اللازم يعني انا في الحلقة الاولى اشدت جدا بالمشهد الكوميدي بتاعه بتاع موضوع عينيز زرق ده لانه كان في مكانه وتصرف الشخصيات فيه كله كان صح المرة دي احنا بنهرأ اكتر من اللازم ولو اني انا اضحكت انا مش هنكر يعني وانا بحب تورموند فانا هعديله اي حاجة في الدنيا قتل عملاق ومعرفش دخل عملاق الحاجات غريبة الشخص غريب عجيب مشهد خطة الحرب كان حلو وتجميع بقى احنا من بعد المشهد ده بتدينا ايه جلسات الاجتماعية لدماء خفيفة الناس اللي تجتمع مع بعض وبطاقة ترغي وتتكلم والحاجات دي مجلس الحرب كان حلو مساهمة بران فيه كانت حلوة تبرعه بانه هو حيبقى الطعم عشان يجيله النايت كينج وانك لو قتلت النايت كينج اللي اللي هتخلص بس مش اكيد حيموت بالدراجون فاير بالنار بتاعت التنانين والكلام ده كله النظرية غير مؤكدة ما حدش جربها قبل كده فابقنا انا عليه مش عارفين ايه اللي حيحصل الخطة كلها بالناس اللي كانت بتتكلم بالمساهمة بتاعت سام برضو كانت جاية ده المشهد ده كله على بعضه كان حلو وبعد كده ابتدنا زي ما اقول لكم بقى موضوع الاجتماعات ده فيه الاجتماع بتاع اريا والهوند وابريك الدندراوي ما علمش معايا اوي حسيتمها بس بيفكرنا ان ده هوند موجود وانه فيه تاريخ ما بينه ما بين بريك ما تنسوش مش اكتر من كده مستوى الدرامية عاوزين نركز في حاجة بس ان اريا ما مالتش قوي للعلاقة ديت غير بعد ما سألت جندري جندري ولا جندري مش فاكر بها اسمه بتقال ازاي ايه 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 علاقتك بالجنس الاخر و وعرفت ان هو الابن الغير شرعي روبرت برافين ممكن ممكن لا ما عرفش هل ده ده الوزن هل هي بتارت تخطط لحاجة هل ما عرفش مين الله اعلم بس قالينا بس يعني ايه نحط في الحزبان انها ما عملتش كده غير لما ده حصل المشهد مروع يا جماعة المشهد مروع مرعب تحس ان هو عمال يتطور لا يا بيت يا بيت عقال يا بيت ينهارس والمعقول هيزيعوا حاجة زي كده يا بنت انت معاك بطاقة اصلا انت سنك يسمح بالكلام ده فمش عارف يعني المشهد يتطور 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 مش هتزريف وحلو وكويس ان احنا نؤكد ونختم على ان اريا نضجت وحاجات بالتريقة دي بس نهاية البراءة بالنسبة لجيل كامل من البشر بصراحة يعني اللي حصل ده اكتشفنا بعد كده او افتكرنا بعد كده او اكدنا بعد كده الحاجة اللي كانت قدام عيننا وما كناش واخدين بالنا منها ان ليانا مورمانت والجورة مورمانت قريب الاتنين مرامانتيت مع بعض فجمعهم حوار بيؤكد على ان ليانا مورمانت عفريت ازلي وعمت الكل وشبح المنطقة وعلمت عليه وقررت الدنيا حتمشي ازاي وبعد كده كان عندنا الصهرة الجندة جدا اللي كانوا عملينها الكام تيرين وجييمي وبريان وبودريك وديفز وتورمونت الصهرة اللي حوالين النار دي دي لي زي ما بقوله اهي دي كان دماء خفيف جدا ومشهد اجتماعي جميل جدا بس زي ما بقولكم كل ثانية اطول بنقضيها فيه واحنا عارفين ان كل اللي فاضل في احداث المسلسل اللي هما اربع حلقات بتحس ان انت في المكان الغلط لو كن عشرة يا عم اعمل اللي انت عاوزه يعني بس في الاطار ده حسنا ان المكان الموضوع مش في مكانه وان كان المشهد ده تم تخصيصه الحاجتين مهمين اولا تنصيب بريان كفارس على يد جيميو ده كان مشهد جميل جدا جدا ومؤثر جدا ومحترم جدا واخراجه تم الطريقة جيدة جدا وبعدين الاغنية اللي قاعد غنها بودريك واستعرضوا على خلفيتها اللي بيحصل في المعسكر والعلاقات الدايرة والكلام ده كله وده للناس اللي امتابع لوردوف درينجز لي عندنا احنا هماج حلوة قوي لان فكرني جدا بالاغنية بتاعت بيبن وده كان حلو يعني المشهد حتى لما تعمله ماش زي دي انا احترمها يعني والوقت بودريك ستوحيل وراخر يعني وبعدين وصلنا للمشهد النهائي بتاع ان قبل المشهد النهائي في المواجهة بتاعة جون وداياريس برضو اخراجيا كانت حلوة ان جون وقف في المكان ده وقال لها الخبر ده كويس وما طلبش منها حاجة هو بس بلغها بالموضوع وموقفها زي ما بنقول دراميا بيفتح ابواب للتفكير وابواب للمناقشة وده شيء كويس عشان كده انا محترم المشهد ده دراميا وحتى هي مثلته كويس فكرة تضرب الاولويات بالنسبة لها ده ما كانش وحش يعني وبعدين عندنا مشهد بتاع نايت الارمي اف دا ديد وهم بيقربوا ولنكن متذكرين ان نايت كينج ما ظهرش في المشهد ده وممكن يكون بيلف بالتنين وحيعمل حاجات مش كويسة يعني هنشوف نستخلص ايه من الحلقة دي نستخلص ان الضغوط اللي كانت على جون في الحلقة دي خفت شوية لان الاولويات عند الجميع بقت واضحة حتى بعد المناقشة الاخيرة ما بينه وما بين دينارس هم يعني بنظرة عين كده اتفقوا مش وقته احنا دلوقتي دخلنا على حاجات تانية وفيه امور اهم هتتعامل ولكن الباب بتاعها لسه مفتوح ومطلوب منه قرارات كتير بعد ما الما والده يخلص ومطلوب منها قرارات كتير بعد ما الما والده يخلص وده بيدعم ويدعم اكتر واكتر ان الحرب دي حتنتهي لمصلحة البشر وبناء عليه الحاجات دي كلها لازم تتحسم لان لو في خسائر بشرية تقيلة على مستوى الصف الاول من الشخصيات يبقى الاسئلة اللي تركوها وراهم ديت مش هتتجاوب واعتقد ان الدراميا المسلسل مش هيسمح بدا نقطة كنا تكلمنا فيها المرة اللي فاتت وهي ان ركوب جون على التنين مش دليل على اي حاجة يمكن بعد تشكك دينارس يبقى دليل يمكن بعد كده نكتشف انه لا دليل ان مش اي حد ينفع يركب التنين لوحده ويسوقه وكلام زي ده ويمكن هو ده اللي يدلل لها على ان القصة بتاعته سليمة وفي محلها يبقى نقطة الثنائيات الرومانسية اريا وجندري خلاص احنا اتفقنا ان الواحد حياته لن تكون كما كانت بعد هذا المشهد خلاص الحياة تغيرت تماما ومنظرنا للاشياء كله اختلف بكل المقاييس اللي في الدنيا عندنا باشندي وجري وورم فاهمين وحيقعدوا فينوا الكلام داتوا بيقولوا نشتري بيت هنا ولا ناخد شقة في الرحاب ولا نحجز في مدينتي ولا ايه بالزبط قاعدين بيخططوا للمستقبل يعني ده مهم خفيف جدا بريان وتورموند بريان ابتدت ترق شوية لتورموند لسه جلان في زي ما هو بس هو تتكلم عادلوقتي بقت ايه متقبلة للفكرة شوية شوية صغيرة يعني بس هو صناقي رائع بصراحة ما يتسبش يعني وتعقدات علاقة بريان وجيمي برضو لان هل جيمي اللي عندها هي اغراض رومانسية مش عارف في المشهد اللي كانت بتدفع عنه فيه في المجلس اللي في الاول ده انا حسيت بدا شوية بعد كده لأ حسيت ان هي علاقة احترام متبادل وصداقة اكتر شوية هنشوف الموضوع ده يهمنا عرف رأيكم هي لو فيه ثنائي رومانسي حيطلع من المثلث ده حيبقى مين ومين اكيد مش تورموند وجيمي يعني بس انهي اختيار من الاثنين التانيين وبعدين النقطة اللي بقول لكم انا حسيتها سانزا والثيون لا الموضوع تعاد ده مرحلة الحب والاخوات والمعزة والكلام ده كله في المشهد بتاع الاغنية بتاعة بودريك ده بان ان لا فيه افكشن فيه حاجة رومانسية شوية معرفش ازاي بس ممكن يعني هنشوف برضو عايز عارف رأيكم في الموضوع ده وتمين حسى بالكلام ده وتمين لا واعتقد دي كل حاجة ما ظنش ان فيه حاجة تانية واقعت مني ياريت تساهموا برأيكم ونظرياتكم وافكاركم وتعليقاتكم في الكومنس ولو تنضموا لي الساعة تمانية بالليل تخلوها بزبط ان شاء الله تمانية على فيسبوك لايف هحط لكم اللينك بتاع الصفحة طبعا عشان نتكلم في الحاجات دي كلها ونتناقش فيها مع بعض اكون سعيد جدا وان شاء الله برضو فيه بالليل النهار ده حلقة مهمة جدا عن الام سيو على مارفل السينماء تحضيرا للعرض بتاع انجيم اللي يبتدي ان شاء الله بكرة مساء وبعد كده يشتغل هنركم بقى جيموف ترونز شوية ونركز شوية مع انجيم لغاية لما قد نرجع يوم الاثنين ولو ان فيه اخبار بتاعت تظهر من دلوقتي ان الحلقة التالتة اخرى تسربت اه مش عارف تحس ان سعد سامير وقيمان اشرف هما اللي بيدفعوا عن الامن بتاع اتش بي او جيموف ترونز ده الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يريد تعملوا شروا لايك الحلقة وعجباتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيات عشان تكلموا الحلقات اول بقوله تابعوني على فيسبوك وتويتر عشان ايه مش عارف تابعوني على فيسبوك وتويتر انسيتكم تابعوني في الحلقة داية عموما وباي باي